أجرى التلفزيون المصري لقاءات خاصة مع عدد من نواب مجلس الشيوخ هي تؤكدوا على أهمية مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة في دعم سوق التأمين المصري وأوضحوا أن هناك عدد من الملاحظات حول مشروع قانون سيتم مناقشتها من قبل المجلس مواد القانون يقول أنه قانون يجمع القوانين المفردة التي كانت موجودة للتأمين في قانون واحد ولكن نحن طلبنا الحكومة لأن المواد جميلة جداً وفيه اتفاق كبير عليها صح فيه ملاحظات ودي حتتعل واحدة واحدة وتتغير خلال مناقشتنا للقانون إنما أصل الموضوع عندنا مع المواد ومع التطور الكبير هي سخط المواطن أو نقدر نقول الوعي التأميني اللي مش موجود كتير في مصر هذا المشروع هو نتاج لتعاون واضح جداً ما بين اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ والحكومة الهدف الأساسي من هذا القانون هو تقليص عدد المواد التي كانت موجودة فيها القانون القديم تحديث هذه البنود لأن القانون القديم يعني ربما لم يعد يتوأم على الإطلاق مع العصر الحالي ترجمة نانسي قنقر